تفضّل أي أختنا زينة السلام عليكم الشيخ طراج وعليكم السلام بالبداية أهنيك في ناس صاروا تابعونكم من الشيعة هواية يعني أعرفهماني الحمد لله برنامجك فارحاك العقول النيرة من الشيعة هل سأخذ ملفته من البداية الولاية التكوينية شنو معناها؟ الولاية التكوينية الولاية يعني ولاية الأمر ولاية التصرف ولاية التقليب ولاية التغيير ولاية التحويل مو أن الإمام يدعو الله تعالى يستجيب دعائه ذاك مقام ثابت لأئمة أهل البيت ولكن الله أعطاهم الولاية التكوينية لو كان للحسين ولاية التكوينية لماذا لم يستخدمها عدما أقدم علاقة لليدي ثانيا لماذا لم يستخدمها في تغيير إرادة أعدائه يعني وجعلهم يرفضون الحرب والإنصياع له يعني لا قاتل ولا مقتول صحيح ولا ضلوا أطفاله وأهل البيت عطاشة كلام سليم إذن وين هم أجز الحسين هسه؟ والله ما أدري اختفت في كربلة الولاية التكوينية انعدمت في كربلة أسأل الله لهم الهداية شكرا مع أن القرآن كريم تحدث أنه هو المسيطر أن الله هو المسيطر الرزاق الذي يحيي ويميت قال تعالى في سورة العمر عنه يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنك على كل شيء قدير هذه الآية تثبت أن الملك المن لرب العالمين يا شيخ أحتي لك يا مختصر مفيد نعم 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 أحسن الله إليكم التكوين السبعي واليهودي موجود في داخل الروايات اللي موجودة في تفسير القمة يعمل ما ما نيش راح يسوون راح يأخذون هذا الروايات ونيخلوها بالمجالس الحسيني بالمنتبة سعد الشهر بدأ فراح الناس كلها تروح للمجالس الحسيني واضح الشيء اش راح يسوون دورهم شنو يستمعون ويطبقون هذي كلها متاجرة بإسم الحسين لا أكثر ولا أقل لا شك لا شك شكرا أنى أختنا زينة وكلام أختنا زينة في محلة وقالت الأخت يعني كلمة جميلة أين الولاية التكوينية وأهل البيت عطاشا في كربلا وين رحت الولاية التكوينية وينها في واقعهم وينها في حياتهم قول لي قول لي وين كانت الولاية التكوينية الولاية التكوينية اكتشفتوها فجأة بعد ما ماتوا طيب علي بن عبي طالب اغتصبت الخلافة منه وين الولاية التكوينية وين مظاهرها طيب اقروا معي أخوان القرآن يا شيعة اقروا معي القرآن عشان تدرون أن هذول يكذبون على الحسين اللي يحب الحسين ما يعتقد عقائدهم اقروا معاي سورة النحل يقول الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون اللي ما يخلق شيء ما عنده شيء اللي ما يملك الخلق ما يملك الرزق شوف يا أخواني أيضا في سورة يونس انظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى الآية رقم 106 ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين شوف الآية اللي بعدها تأملها يا شيعي يحط عينك على اللون الأخضر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو لا الحسين ولا عمر بن الخطاب ولا فاطمة ولا عائشة ولا مهات المؤمنين ولا أحد ولا محمد عليه الصلاة والسلام فهو صلواته ربي وسلامه عليه قد مات فلا كاشف له إلا هو إذا أصابك الضر لا يكشف الضر إلا الله عز وجل وإن يريدك بخير فلا رد لفضله مرة ثانية اللي يكشف الضر من هو؟ الله عز وجل الشيعي يقولون يقولون الله عز وجل أعطى هذا المقام للأئمة فوضهم لا 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 الله يقول فلا كاشف له إلا هو ما يكشف غير الله ولم يفوض الله بذلك أحدا شايف القرآن يا شيعوين ومراجعك وين؟ شوف الآية الثالثة في سورة الأحقاف يقول ربنا تبارك وتعالى دقق معي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ اللي تدعون من دون الله؟ يا علي يا حسين يا كذا أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شركم في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين؟ يلا والله التحدي الأريض الحين اللي تدعونهم من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ يلا الحين يتصل شيعي يقول شنو خلق علي بن أبي طالب في الكرة الأرضية؟ مهو مفوض بالكون؟ يخلق ويرزق إلى آخرة؟ يلا عطوني شي خلق بإذن من الله خلق بإذن من الله يلا مشيه لكم بإذن من الله وين؟ شوفوا التحدي الثاني أم لهم شركم في السماوات؟ يلا الولاية التكوينية وينها؟ طيب تقولون بإذن من الله الله يقولكم ايتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يلا جيبوا الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والله ما يأتون بشيء لأنهم خصوم القرآن وخصوم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخواني تدرون أن عندهم في كتبهم رواية عن جعفر الصادق لكن ما يقرونها عليهم وأحسب أن شيعة ما مرت عليهم هذه الرواية أبدا شوف هذا الرجال الكشي 291 عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أي شيء سمعت من أبي الخطاب الحين هذا واحد اسمه أبو الخطاب كان من أهل الكوفة الصادق في المدينة وهذاك يشلخ عليه في الكوفة وينقل أن قال الصادق وقال الباقر وحاطين آه لا في الروايات باسم الصادق والباقر والصادق والباقر براء عايشين وسط أهل السنة في المدينة والله ما عمر واحد من المسلمين سمع منهم هذه العقائد تلاميذهم من أهل السنة عمرهم ما درسوهم شيء من هذه الموجودة في كتاب الكافي أبدا شوف يا جماعة الخير قال سمعته يقول يعني يقول عنك يا الصادق إنك وضعت يدك على صدره وقلت له عه ولا تنسى وإنك تعلم الغيبة لاحظ وإنك تعلم الغيب شوف إيش قال جعفر الصادق في كتبهم في رجال كشي قال لا والله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده وأما قوله إني قلت أعلم الغيب فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم الغيب اللهم لعن الكليل الذي كذب على جعفر الصادق ولعن الطوسي ولعن ابن بابويه القم الذي كذب على جعفر الصادق يقول لا والله ما أعلم الغيب هي أكاذيب كذبت على جعفر الصادق وعلى محمد الباقر وعقائد كذبت عليهم وكذبوا على الحسين والحسين منهم براء ألم أقول لكم إن المرجع أشد كفرا وشركا من أبي جهل وأبي لهب أهل البيت يبرؤون منهم من يحب الحسين ويحب الصادق يبرأ من عقائد المراجع فإنهم على الإشراك بالله تعالى عيادا بالله اللهم هذه الشيعة فإنهم لا يعلمون لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة